اهلا ومرحبا بمشاهديننا في كل مكان وهذه الحلقة الجديدة من برنامج ستوديو الرياضة تتابعونا في هذه الحلقة المنتخب الوطني لكورت السلة يجري أول وحدة تدريبية لاختبارات لعبية لضمهم لصفوف المنتخب الأول جدل كبير حول قرار عدم رفع الحظر الكل عن الملاعب العراقية وتواصل منافسات بطولة غرب آسيا لكورت القدم بنجاح في ملعبي كربلا واربيلا أهلا بكم أجرى المنتخب الوطني العراقي لكورت السلة أول وحدة تدريبية لاختبارات لعبية ليضمهم لصفوف المنتخب الوطني تحت قيادة كادر تدريب جديد بقيادة الكابتن قصاي حاتم الذي سبق ونشرف على تدريب العديد من الفرق الخليجية والعربية وتأتي هذه الاختبارات التي شارك فيها أربعون لاعبا تحضيرا لبطولة آسيا التي ستنطلق مطلع العام المقبل هذا وأكد رئيس التحاد اللعب حسين العميدي أن الاختبارات ستستمر عشرة أيام للوقوف على التشكيلات النهائية من جانبها أكد العميدي أن هذه الاختبارات التي تضم خيرة لاعبية الدور المحلي ستكون أيضا لبناء فريق جديد يكون بمثابة الظل المنتخب الوطني الأول طبعا استدعينا عدد من اللاعبين أربعين لاعب الأكثر اللاعبين معظم اللاعبين لاعبين شباب خطتنا طبعا إحنا كادر تدريبي وكاتحاد العراقي لكرة السلة بأنه إحنا عدنا هدف بأنه راح نعمل فريق آخر يسمى فريق الظل لاعبين شباب لردي في كل لاعبين المنتخب الوطني حقيقة راح يتدربون بشكل مستمر الفريقين حتى يكونون أنه دائما في حالة تهيئة وفي حالة استعداد ويولد نوع المنافسة حقيقة بين اللاعبين المنتخب الوطني ولاعبي فريق الظل أكد رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة استعداد بلاده للعب في العراق وتحديدا في البصرة خلال تصفيات كأس العالم التي ستنطلق مطلع شهر أيلو للمقبل وقال ابن خليفة في اتصال الهاتفي مع رئيس الاتحاد الكرة عبدالخالق مسعود أنه يرفض كل ما يثار حول اتهام البحرين بالوقوف وراء القرار الذي أصدره الفيفا مؤخرا إلى ذلك دعى النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جانين فانتينو ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة لزيارة العراق وتفعيل جهود رفع الحظر عن ملاعبه هذا وكان الشارع الرياضي قد عاش لغطا وجدلا كبيرين بعد رسالة من الاتحاد الدولي لكرة القدم تطالب العراق باختيار ملعب خارجي لمبارياته في تصفيات كأس العالم وأشارت مصادر موثوقة في الفيفا أن هذا القرار جاء على ضوء رسالة سابقة من الاتحاد العراقي إلى نظيره الآسيوي والفيفا حول طلب نقل مباراة النصر السعودي وذوب آهن الإيراني في دور أبطال آسيا لكرة القدم رسالة عاجلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بعثرت أحلام أبناء الرافدين وأثارت قلقهم خلال الساعات الماضية تعلم العراق بضرورة تحديد ملعب خارجي لخوض مبارياته في تصفيات كأس العالم عام 2022 الرسالة تخالف القرار السابق الذي رفع بموجبه فيفا الحضر عن ثلاثة ملاعب في البصر وأربيل وكربلاء وتثير اللغطة والتساؤلات حول مغزى الرسالة الجديدة من المنظمة الدولية نحن كاتحاد رأسنا هذه المرة الثانية والثالثة رأسنا المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وأيضا رأسنا الكونغرس بالاتحاد الدولي طلبنا منعدهم تحديد المباريات والإعلان بشكل واضح وصريح هل تم رفع الحضر بشكل النهائي القطعي أم هناك بعض الملاحظات نحن بانتظار الإجابة حقيقة ردود أفعال غاضبة من الشارع العراقي حيال الموقف الجديد الحارم للعراق من خوض مبارياته في ملاعبه الطالب لاعبون دوليون الانسحاب من التصفيات حفاظا على هيبة العراق معتبرين ما حدث صدمة بالغة للعبين والمنتخب الوطني قبل المشجعين لازم نأخذ موقف موقف حاد يعني أبسط شيء نسح من التصفيات حتى يصير موقف حاد مو شرط يعني أنا نلعاب التصفيات بس المهم أخذ قرار حتى يصير يقول لك العراق عنده كلمة بالاتحاد الأسوى وموقف بالاتحاد الأسوى رياضيون طالبوا بتحرك سياسي ورياضي سري لاحتواء الأزمة والحفاظ على حقوق العراق في اللعب على أرضه وعدم القبول بقرارات تسيء للكرة العراقية هذا فت خبر صادم بالنسبة للشعب العراقي ولازم يصير تحرك كبير وتحرك وطني على مستوى العراق كله من تحرك سياسي من مجلس وزراء إلى وزارة الشباب إلى الاتحاد انتظار وقلق يعيشه الشارع الرياضي العراقي بانتظار قرار أخير من الاتحاد الدولي لكرة القدم بإقامة مباريات العراق في ملاعبه بتصفيات كأس العالم بانتظار إشراقة الأمل قبل تكسر الأحلام عدنان لفتا الحرة بغداد والحديث عن هذا الموضوع ومواضيع أخرى ينضم إلينا من بغداد رئيس القسم الرياضي في صحيفة الزمان دكتور عمار طهر دكتور أهلا ومرحبا بيك في ستوديو الرياضة من زمان ما ملتقين بيك وأحنا سعداء بحضورك ويانا أحنا وسهلا أستاذ حسان تحيات في الحضرة التأك والمشاهدين الكرام شكرا جزيلا دكتور شنون قرية الموقف والأزمة الأخيرة اللي اندلعت بعد قرار الفيفا اللي طالب العراق باختيار ملعب خارجي لمبارياته في تصفيات كأس العالم واللي الجمهور يعني هزي الله شاثه يبدو أن هناك توقيت للأزمات نعم بالحقيقة سيد حسام أنا أعتقد هناك لبس وغموض وضوابية في هذا الملف نعم يعني لو تذكر حضرتك كان قرار كونغرس في بوغوتا أنه رفع الجزي يعني رفع الحضر عن المبارات الودية الدولية في ثلاثة محافظات فقط نعم وخول الاتحاد الأسو في ذلك الوقت بمتابعة الموضوع بالحقيقة التحدي الأسو بادر بهذا الموضوع وكانت بادرتها طيبة جدا بحيث أنه سمح بإقابة مباريات الأندية العراقية ما يخص الكسل الاتحاد ودوري الأبطال وكذلك الاتحاد العربي أيضا واستقبلت فلاقتنا وأنديتنا بعض الأندية العربية وفعلا أقيمت كثير من المباريات لكن حقيقة نتخصير وين نحن متابعنا هذا الملف يعني تركناه والسبب أن هذا الملف كان ملف حكومي يعني كانت جهود كبيرة من وزير الشباب السابق عبد الحسين العبطان كان هو حامل الملف وكان يتابع بشكل مستمر اتحاد القدم كان ما متفاعل بالحقيقة في هذا الملف حتى إحنا في وقتها كصحفيين أشكلنا علي أنه حتى من أعلن القرار قال هذا جهود مشتركة وإحنا كان لنا موقف أنه لا هذا كان ملف حكومي وكان جهود كبيرة من وزير الشباب السابق اتحاد كرة القدم ما سعدنا استحقاق طبعا تابع الفيفا خلال هذه الفترة ما عدا الاستحقاق الجديد كأس العالم وتصفية الكأس آسيا 22 و23 هنا الاتحاد الدولي هو أصلا قراره كان مباراة الدولية الودية المقترنة بشرط موافقة الفرق اللي تخذ المباراة لكن إحنا الجمهور وإحنا كمتابعين تعودنا أنه نعب على مجموعة الفرق اللي حضرت هذا الموضوع المفروض كان باتحاد كرة القدم يتابع بشكل جيد هذا ملف مهم اتحاد كرة القدم أهمل الموضوع وبعد يحنا قمنا نسمع الآن هذا اللغة الكبير أنه البحرين موافقة إيران يد بالموضوع وإلى آخره نعم يعني ليش التوقيت هذا الاتحاد مثل ما قرأنا بلقاء الزميل العزيزة ياد صالحي مع رئيس الاتحاد الهاسيوي نعم أنه قال لأنه أنا أخبرت عبدالخالق مسعود بقرعة تصفيات كأس العالم صار فترة طويلة صحيح 17 تموز ولا حد الآن يعني ليش أثير في هذا الوقت بالذات وليش ما الاتحاد طالب الفيفا بتصريح رسمي بكتاب رسمي اللي يرفع الحظر حتى وإن كان مشروطا نعم أنا أعتقد ثالث الموضوع في تلك الفترة قبل قرأة آسيا وكأس العالم كان يثير كثير من اللغة على الاتحاد نفسه أنا أعتقد كانت كل الجهات تقصر لأنه متابع الموضوع نعم سيد حسام إحنا مصعدنا استحقاقات يخص الفيفا خلال هذه الفترة لكن الفيفا الآن يقترب هذا الاستحقاق بالتأكيد هو أرسل وقال أنه رفع الحظر هذا الجزئي كان وفقط على مباراة الدولية الودية هنا صارت المشكلة الجمعة بالتحاد كنت لقدمت حركوا على محكمة كاس على أساس أنه يحصلون قرار بهذا الموضوع خصوصا نحن الآن نعيش أجواب طوال غرب آسيا التنظيم جيد التنظيم كان موفق بالحقيقة نعم فهنا صادت أكون مشكلة وبالحقيقة كان مشكور رئيس الاتحاد الأساوي اتدخل بهذا الموضوع حاول أنه يحتوي القضية إراس الفيفا نحن عندنا الآن يوم 14 جولة أعتقد الهلموت الأمواني وكذلك سويل من الأردني نعم وفد من الفيفا يعني محاولات الاتحاد الأساوي أثمرت على دراج البصرة كذلك بضمن خطة التفتيش على الملاعب الآن خلال هذه الفترة وكذلك الآن صدر القرار أو دعم من قبل رئيس الوزراء بخصوص أنه يعني تكثيف الجهود وكل الجهود الحكومية في سبيل دعم هذا الملف فأنا أعتقد هذه الجهود الكبيرة ستثمن عن شيء إن شاء الله ونحن في أرضنا لكنه الحقيقة يعني موضوع ثالة الأزمة أو توقيت الأزمة أنا أعتقد يتعلق بإقامة التصفيات نفسها لنحن قلبنا من إقامة التصفيات فلذلك هذا هو ثير الموضوع لماذا لعب على عواطف الناس يا أخي لماذا لعب على عواطف الناس بهذه الطريقة والابتعاد عن الحقيقة يعني الوقوف بمظهر أنه المظلوم ولهذا وأنت المخطئ أنت لديك كتاب للفيفا وقلت أنا لا أستطيع أن يرظم هذه المباراة يعني لا أعرف حتى يحاولون يعني مصادرة آراء الناس حتى يكتب لرأي يبتيل بلوة أنه والله دير وجل فلان ينطل فلان هذا الأمور ما أعتقد أنه تثار بالإعلام أو في أوساط الوسط الرياضي يجب أن يكون أنقى وأرفع من هذه الأقاويل بالتأكيد نعم يعني أنا أعتقد هو تحرك اتحاد العراقي أو هذا اللي أثير الآن حول أنه عدم وفقة البحرين دخول إيران كطرف أعتقد كل هذا الرماد في العيون وذلك يعني محاولة أنه دفع التقصير عن اتحاد الكرة اتحاد الكرة مقصر بهذا الموضوع الحقيقة بشكل كبير هو ترك الموضوع لأنه بالأساس هو الملف ليس ملف اتحاد الكرة هو ملف ذات الشباب نعم مثلا في حضرة التكسار يوجد تغيير بالحكومة تغيير حكومي الآن وزير جديد ربما الوزير الجديد أيضا هو ما عنده تصور ورؤية كاملة على هذا الملف وبالنتيجة وبالتالي نعيش هذه الأزمة الآن نعيشها لكن أنا أعتقد مثل ما تفضل طريقة أنه نعلق أخطاء الاتحاد على شماعة البحرين أو رئيس الاتحاد الأسوية أو بعض الصحفين المحترمين الكبار أو على بعض الآراء المعينة أو حتى على إيران أعتقد هذا كله هو سوء تصرف من الاتحاد وهذه الطريقة أصبحت مكشوفة بالحقيقة اليوم شاهدت البحرين موقف شن القرار الذي تسمعته اليوم أكيد اليوم رئيس الاتحاد البحرين كان في برقية عاجلة علي بن خليفة أنه مستعدين للعب بالعراق وأنا أتوقع هذا الموقف متوقع من الأشقاء في البحرين وأعتقد كل الدول المشاركة حتى بما فيها إيران وكذلك هونج كونج كومبوديا وعدها مشكلة في اللعب بالعراق خصوصا مثل ما سليفت أنه الآن أجواء راعة تنظيم دكتور عمار قاعد نشوف رئيس الاتحاد الهاتحاد للبصرة وقاعد نشوف الصور ووزير الشباب سابق عبطان في مدينة البصرة وكان هاي بوابة لينكسر الحضر نحن ندافع وما محتاج يدافع عنهم كما يقول بعض المتختلين وراء الآخرين يعني ما أعرف شنو هالسر لا أحسن وغضا نظر عن آراء الآخرين حتى نكون منصفين نعم نعم سابق حتى نكون منصفين بغضا نظر عن آراء الآخرين نحن كل آراء نحترمها أنا أعتقد بالعكس لا يستحق الإشادة لأنه بالحقيقة بهادر واخذ القرار للإتحاد الدولي وفعله بشكل جيد بدليل أنه إحنا أجرينا كثير من باطل الاتحاد الرئاسيوي وكذلك دوري أبطال آسيا في كربلا وفي البصرة وفي أربين يعني بالعكس هو يشكر على هذه المبادرة هو مو يعني هو لو يريد مثلا عنده موقف من العراق كان ما يسمح بإقامة هذه المباراة في محافظات العراق أنا أعتقد هناك تقصير وتقصير كبير حتى قضية رفع الحضر الكلي الآن أنا أسألك سوى الاتحاد خلال هذه الفترة يعني من هذا القرار مع البوغوتا ولحد الآن شنو لأجرات الكل عنبارات الرسمية هو ما أعمل شي سيد حسان وهذه الطريقة صح حقيقتين والأزمة تلد أزمة وإذر رماد في العيون وخلق افتعال المشاكل والأزمات ورميها على الدول الأخرى وعلى الحكومة وعلى التقصير هذه الجاة أو هذا الصحفي أعتقد هذه المسألة أصبحت لا يفوتنا دكتور عمار أيضا نشيد بجهود وزير الشباب الحالي دكتور أحمد رياض واتصالاته مع رئيس الاتحاد للآسا ومع الفيفا أيضا إسامة في هذه الأزمة دكتور خلي أروح الفاصل وبعدها نحاول نكمل حديثنا نعم إذن عزاء المشاهدين فاصل ونعود لتكملة المشوار بقوا معنا أهلا بكم الجديد وجزء ثاني من هذه الحلقة من برنام ستوديو الرياضة منحى مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم ستريتشكو كاتينيتش الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء في مبارياته الأخيرة وخصوصا مع منتخب سوريا في بطولة غرب آسيا المقامة في العراق وبمجموعتها في كربلاء المجموعة الأولى والمجموعة الثانية في أربيل كاتينيتش يعني أشرك في هذه المباريات تشكيلة أشرك فيها عدد من اللاعبين الشباب في محاولة الوقوف على مستوياتهم قبل البدء بتصفيات كأس العالم أيضا لا بد من الإشارة إلى نجاح مباريات البطولة في ملعبي كربلاء الدولي المجموعة الأولى اللي يضم العراق وفلسطين واللبنان والسوريا واليمن والمجموعة الثانية التي تضم الكويت والسعودية والأردن والبحرين أعود إلى ضيفي الدكتور العزيز دكتور عمار البطولة أكيد كان لها تنظيمها كان لها حضور مميز إلى صدى وواسع أيضا في مختلف الأوساط المحلية والعربية والعالمية شون تنظر إلى مباريات أو إقامة هذه البطولة في هذا الوقت بالتحديد والله بالحقيقة ساحل السامح نحن فرحانين جدا بالحقيقة يعني هناك قبول وسرور شعبي ورسمي في تنظيم البطولة بالحقيقة تنظيم جيد جمهور متفاعل أكو تفاعل أيضا على مستوى الحكومة مع الحدث أنا أعتقد تنظيم مثالي كل الفرق المشاركة أشادت بالتنظيم أشادت بكرم الضيافة بحسن الوفادة كل الأمور أعتقد هي أمور طيبة يعني أنا ممكن بس أشعر حالة وحدة فقط يعني وتحمل الاتحاد كل القدم طبعا نعم هي يعني يفترض توفير مركز صحفي للإعلاميين وكذلك يعني أماكن خاصة للجلوس الصحفيين وأيضا يعني معاملة الصحفيين بشكل يذيق بهم حقيقة هناك شكوى على اتحاد وكرة القدم يعني بعثة اتحاد الصحافة في أربيل وفي كربلا أنه كانت المعاملة هي غير صحيحة بدليل أنه انسحب من التخطية أعتقد هذه علامة كانت فارقة في البطولة لكنه عموما أنا أعتقد البطولة هي حققت نجاح كبير خصوصا هذه البطولة هي معترف بها من قبل الفيفا وشهدت مشاركة يعني عدد من المنتخبات وهذا هو سعي الإعلام دكتور يعني نحن نشوف الشيء زيان نشيد به الكل تشيد بالشيء جيد واللي مصلحة مصلحة البلد يعني هما الاتحاد منين هما أخوتنا وأصدقائنا وماكو أي مشكلة يعني أنت من تكتب صحيفتك المحترمة أو أنا من أنت رأي أو أياد أو أي إنسان آخر يعني أخوان من يطي رأي هو رأي للتقويم وللتنبيه ليس إلا ما يعني أنه إحنا اصطفين هو يفلان أو يفلتان العراق أكبر من الكل وأكبر من كل شيء ولا أحد يزايد على الوطنيات في هذا المجال بس ما كان الاتحاد موفق مثل ما تفضلت في استثافة أخوان الصحافيين أنت يعني عينك هي صحافة صورتك اللي تنقل الخارج عن طريقهم من غير اللائق أنه التصريح اللي طلع به رئيس الاتحاد الأخ عبدالخالق مسعود أنه أنا ما لعلاقة بهم مدار رعاية اجتماعية أعتقد هذا الموضوع صعب نعم أنا أعتقد هذا التصريح كان مغجر بحقيقة وما يليق بالسيد عبدالخالق مسعود يعني إحنا الصحافة والإعلام هي شريك حقيقي في الإنجاز الرياضي لكن على أسف الآن أعتقد هي مكان بمحلة استقبال الصحفين والتعاون معهم كانت يعني تعاون سيئ كذاك نحن نعتبر على المكتب الإعلامي هم زملان في تحاكرة القدم مفروض يكون هناك تفاعل وتعاون مع الصحفين هو الصحفي شنو الغرض من الموجودة في البطولة هو نقل هذه الصورة رائعة من التنظيم وهذه الجود الكبيرة ونقل للشعر الرياضي يعني من كان السبب من كان السبب مرة في أخذ هذه الصورة عن الصحافة ما كانت الصحفيين يعني أنه ينظر لهم بهذا شي هل هي الإقلام التي سللت للصحافة والناس الذين دخلوا من غير وجه حق في هذا الميدان الرحب الميدان الذي يتسم بالأخلاق وبالرفع في كل شي والسمو والابتعاد عن الذن والقدح أكيد سيد حسام طبعا أنت خلت أصبعك على الجرحان حقيقة ما أحب أخذ بهذا الموضوع يسير أننا كصحفيين وكمهنة مقدسة نعم الصحافة ما عادت نخبوية الآن في العراق خصوصا الصحافة الرياضية تسلل لها الكثير من الطارئين والدخلاء وأصبحت لها معايير أخرى نحن لا نعرفها بصراحة أنا أتكلم هنا مو فقط على الصحافة المكتوبة أنا أتكلم حتى على السوديوهات بالقناة الفضائية وكذلك الموقع الأكترونية كذلك أصبحت الآن ظاهرة ظاهرة الفيسبوك يعني الآن أصبحت أسماء هي في تحقيقها تكتب بالفيسبوك وتدعي أنها تنتمي إلى الصحافة والإعلام وهذا الموضوع حقيقة أثر بشكل كبير على سمعة الصحافة الرياضية بالعراق طبعا جزء من عدة يتحمل الاتحاد العراق للصحافة الرياضية يعني هذه الإساءة المباشرة كانت السيد رئيس الاتحاد أعتقد هي إساءة كانت مرفوضة غير مقبولة ما كنا نتوقع يعني تزل من رئيس الاتحاد كرة القدم أنا أعتقد الاتحاد الصحافة يفترض أن يكون له موقف وكذلك نحن كصحفيين إن شاء الله سيكون لنا موقف بعد انتهاء البطولة نحن لا نريد أن نؤثر على هذه الأجواء الرائعة الموجودة الآن عندما تنتهي البطولة سيكون لنا كلام آخر من ترشح للفوز في هذه البطولة يعني بالمجموعة من كان الأفضل برأيك حتى الآن والله بالحقيقة طبعا مجموعتنا كان العراق هو الأفضل والمجموعة الثانية مجموعة أربيل كانت الكويت هي الأفضل برأيه وأعتقد الرشح الفريق للمبارات النهائية أما الفائز فأعتقد العراق والكويت فائزان لأنه العرص الحقيقي والفوز الحقيقي هو تنظيم البطولة هو لقاء الأشقاء هو هذه الأجواء الرائعة تفاعل الجمهور يعني كل الجماهير يعني فريحة تذهب بشكل تتفاعل مع البطولة إن شاء الله تغطي المدرجات نعم دكتور البصرة أعلنوا استعدادهم لاستضافة تصفيات كأس العالم للمباريات المنتخب نعم إيش تقترح نعم يعني خلي نقول التحات سووا كذا كذا ما هو المطلوب لكسب قرار الفيفا يعني بالمقابل أنه خلي نكسب الآخرين لنتعادواي الناس نكسب عداوات لو إحنا أصحاب حق نريد حقنا نأخذه ملسى بي لذلك أستاذ حسام هاي الإشاعة البحرين وراء الموضوع أو إيران هاي المفروض الاتحاد ما يبادر بيها أو الناس القلبية من الاتحادي أو حتى إذا كان الاتحاد ما ليد بالموضوع المفروض يكذرها بشكل سريع وعاجل أنا أعتقد رئيس الاتحاد أسوي الآن هو موقف ما عن العراق مضد العراق يعني إحنا ليش نستعدين ويأخذ موقف اتجاهنا موقف سلبي أنا أعتقد بالعكس الآن المفروض أن يصلكوا التصالات مباشرة إحنا بالعكس كعراق صوتنا كان هو رئيس الاتحاد الأسوي ورئيس الاتحاد الدولي وأعتقد أكون علاقة وتعاون بين كل الأطراف فيفترض الآن بالعكس يكون هذا التحرك طبعا أفضل ما صدر اليوم هو بيان رئيس الوزراء من يكون هناك تحرك حكومي أعتقد أن سيحظى بالمقبولية والتقدير أكثر من اتحاد كرة القدم مع احترامي الاتحاد كرة القدم أنا أعتقد إذا سيد وزير الشباب تحرك على هذا الموضوع وكان موقف حكومي أعتقد بقية الدول وحتى الاتحاد الدولي سيأخذه بعين أكيد أكيد دكتور وحتى هو الوزير دكتور رحمد رياضي يفكر بالذهاب مع رئيس الاتحاد ومسؤولي إلى سويسرا لقاء إنفانتينو لإيجاد السبيل أو إصدار القرار أخذ حق العراق الذي سبق وأعلن عنه دكتور عمار أنا أشكرك جزيلا الشكر لحضرك ويانا بالستوديو في هذه الحلقة وإن شاء الله يتجدد اللقاء وإياك في حلقات مقبلة شكرا جزيلا سعر شكرا جزيلا شكرا جزيلا رحلتنا وصلت إلى نهاية المشوار لكم مني ومن أسرة البرنامج المخرجة إيمان محمود والمنفذ علي مهدي ومني حسام حسن يجمل التحية ونتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة في أمان الله اشتركوا في القناة